تمركزت قوات الأسائش في المنافذ الحدودية بعد القرار الذي صادر من قبل قباط طالباني نائب رئيس حكومة قليم كردستان لمواجهة المهربين ومنع أي خرق للتعليمات القانونية وبحسب المعلومات المتوفرة قرار نائب رئيس حكومة كردستان تضمن نشر القوات التابعة لعملية أسائش السليمانية في منفذي باشماخ وبرويز خان وعدد آخر من المنافذ والهدف من هذا القرار مواجهة المهربين والمخالفين للقوانين والذين يعملون بشكل يخالف التعليمات والقرارات الصادرة من حكومة القليمة وهذه الخطوة تعتبر بداية مهمة للإصلاح وسيادة القانون وحماية الحق العامة اشتركوا في القناة